بيداء حملت أعمالها الفنية من العاصمة بغداد لتشارك بها في مهرجان فوضى منتظم الدولي بنسخته الخامسة في مدينة الموصلة باب الفرج أبرز أعمال بيداء تقول إنها تسعى من خلال أعمالها الفنية إلى إشاعة الفن كثقافة يمكن من خلالها مخاطبة العقول وتحقيق السلام الأهلية كانت رسالتي أقدمها هو تشجيع الثقافة والفن في الموصل وتشجيع كل الفنانين الموجودين في العراق أن يشاركون في مهرجان الموصل لإكمال الرسالة في إيجاد الحلول في الموصل أكثر من 180 فنانا وفنانة قدموا من محافظات عراقية مختلفة للمشاركة في مهرجان فوضى منتظمة الذي يقيمه ملتخى رواد الفن العراقية في باحة جامعة الموصلة المشاركة النسوية بدت واسعة بنسبة زادت على 80% من المشاركات بأعمال يدوية وفنية استقطبت زوار المهرجان 80% من المشاركين في المهرجان هم نساء وإحنا حاليا في 16 من الأيام التي هي العنف ضد المرأة أكيد هذا الحضور وهذه المشاركة النسوية إذا دلت فتدل على أننا ضد العنف وضد كل شيء يسيء للمرأة وشهد المهرجان تقديم فقرات غنائية متنوعة صحبها تفاعل من قبل الجمهور الذي تميز بحضوره الغفير إقامة مهرجان فوضى منتظم الدولي فضلا عن مهرجانات وفعاليات ثقافية أخرى تميزت بها الموصل في الأيام الماضية تأتي في إطار إثبات الهوية الثقافية للمدينة وأنشري مفاهيم السلام الأهلية في المجتمع الموصلي المتنوعي بتشكيلته هيتم أحمد الحراء الموصلة